هذا ونظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف وخلال الاحتفالية ألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشار فيها إلى أن الذكرى ستظل في حياة المصريين مبعث اعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة وقد تجلت في هذه الذكرى عظمت هذا اليوم في ترابط شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم انتصار للأمة المصرية في تاريخها الحديث